انا ما سمعتوش زي ما قلتلك بصراحة يعني انا انا ببعتتلي كلام اغاني من المغنيها لكن انا ما سمعتوش يعني يعني ما حبيتش اسمع يعني لعشان ما تدقش مش عشان حاجة يعني فاما لقيت كلام الاغاني بالشكل ده وناس كتير في النقابة كلموني يبعتولي يعني لا ماينفعش وبعدين ده مخالف ده لازم نحافظ على المهنة يعني هما لو عايزين يغنوا طبعا يخشوا وانا قلت كده يجي اهلا وسهلا ينقفض ده من اللجنة يمتحم طبعا انا اللي اكتشفني ملاحن ودخلت من خلال اللجنة في الازاعة كلنا يعني ده طبيعي عزد عايز ده اقول مش حاجة بنعملها معاه تعنت لكن لا ده قانون النقابة القانون لازم يتنفذ ولازم نبقى كلنا حرسين على تنفيذه طب تفسيرك ايه الجماهيرية الكبيرة اللي عملوها في الفترة اللي فاتت دي يعني عايز تحليل منك يا فنان هو كل شيء غريب ملفت يعني كل كلام غريب كل صوت غريب بيلفت النظر للأسف الشديد وانت بتكلم فئة من الشباب ما اعتقدش ان عندها يعني الوعي الكامل او الفكر الموسيقي الكامل اللي خليها تقدر تحكم ده حلو ولا وحش لكن مدام بيرقص ومدام بيهيص ومدام بيقول اي كلام ومدام الكلام في حاجات كتير ممكن تبقى غريبة وغير طبيعية ده يبقى بالنسبة له دي حاجة تعمل دماغي تساعد على عمل الدماغي فعشان كده يمكن انتشر الفترة الأخيرة لكن انا متأكد ان اي حد فايق لو سمع الكلام ده انا ما اعتقدش انه هيجبه كلام ده خلص يعني طيب اغاني مع رجانات بشكل عام هل انت ليك تفسير النجاح الكبير اللي حقاقيته في كل الاوساط وانا بيعنيها كل الاوساط انا معاك انا معاك طبعا يعني مفيش فرح من الاي كلاس لغاية السي كلاس الا في اغاني مع رجانات ايه تفسيرك لده تفسيري انه يعني انت زي ما اخويته هل ايه فن اولا مع رجانات دي فن نعم فن لا هو هو ريتم هو اقاع لكن مش فن تسمعوا انت يا جبك احيانا انا ففرح كتير كبيرة لناس قريبي انا سمعت الشيطان يوزك انا سمعت وبتحك زي زي وناس كتير وبتحك يعني يعني هي الفكرة مش وحشة عالفك يعني يعني يكونوا بينصح انه 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 الشباب يعني وانت الوحدك ما تعملش معرفش ايه وما تعملش ايه ماشي لكن انا قصدي الطريقة ام يعني يعني ده مهرجان الى حد ما مقبول لكن في كلام بيبقى مش مقبول وفيه كلام بتحس انه خارج خارج عن نطاق التقاليد وال يعني انت مع المهرجانات بس بقى الهدف او القيمة او الكلمات لها مضبور الى حد ما الى حد ما طبعا يعني يعني اصلا انت مش هتقدر تمنع واخبالك وفي نفس الوقت كمان انا بتمنى ان يكون فيه الفن المضاد يعني يعني برضو الشباب ما يسمعش بس كده يعني بيبقى فيه برضو فن تاني المتواجدة عالصاحة الفنية يا عمر ويقدر يجذب الشباب